السلام عليكم و اهلوا وسلام بكل زملاء العزاء في جزء الرابع من كورس تشريح الإشعاعي على الدماغ حتى في الجزء الرابع هنتكلم عن السريبرام اللي هو المخ والمخ هو أكبر أجزاء الدماغ علشان كده الفيديو ده يعتبر من أحسن فيديوهات الدورة دي في الأول بس كده حابب أن أنا أرد على التعليقات اللي جات لي في أول 3 فيديوهات فينا اسألت لي أنها مش فاهمة حاجة فينا اسألت لي أن الموضوع صعب وأن الشرح صعب علشان كده حابب ان ارشح الفيديوين دوله اول فيديو هو كرسة شريح البرين كامل في حوالي ساعة الى ربع والفيديو التاني هو الجاز العصبي في 15 بديه الفيديوين دول مهمين ارشحهم لاي حد بيشوف الدورة دي هسيب اللينك الخاص بالفيديوين في وصف الفيديو ده مبدئيا كده السريبرا بينقسم الى جزئين راية سريبرا الهيمسفير وليفت سريبرا الهيمسفير الجنب ده هو الجنب الايمن والجنب ده هو الجنب الايسر فيبقى ده راية سريبرا الهمسفير اللي هو نصف المخ الايمن وده ليفت سريبرا الهمسفير نصف المخ العيسر كل سريبرا الهمسفير بيحتوي على أنسجة عصبية مترتبة فوق بعضها بيطلق عليها اسم جيراي بيفصل بين الجيراي وبعضهم قنوات سطحية كده اسمها صلقاي وقنوات تانية اعمق شوية اسمها فشارز يبقى احنا عندنا المخ بيتكون من أنسجة عصبية بتكون حاجة اسمها جيراي بيفصل بين الجيراي وبعضها قنوات سطحية اسمها صلقاي وقنوات تانية اعمق اسمها فشارز السلقاس الرئيسي اللي بيتم التعرف عليه في صور الستي والمري اسمه سنترال سلقاس السنترال سلقاس بيفصل ما بين الفرونتال لوب والبراية اللوب الجزء الامام ده اسمه فرونتال لوب وجزء اللي ورا على طول اسمه براية اللوب بيفصل ما بينهم سلقاس اسمه سنترال سلقاس بيكون موجود قدام السنترال سلقاس جايرس اسمه بري سنترال جايرس وموجود خلف السنترال سالكس جايرس اسمه بوست سنترال جايرس يبقى احنا عندنا الموخ ده بتكون من تلفيف او فولدس اسمها جايراي الجايراي دي بيفصل ما بينها قنوات صغيرة اسمها سالكاي السالكس الرئيس اللي بنيدر بنشوفه في صور الستي والامة ار اي هو المين سالكت ده شكل المين سالكس وقلنا انه هو بيفصل ما بين الفرونتال لوب قدام والبريتال لوب في الخلف وبيكون موجود قدام السنترال سالكس جايرس اسمه بري سنترال جايرس بيكون موجود في الفرونتال لوب وبيكون موجود خلف السنترال سالكس جايرس اسمه بوست سنترال جايرس داخل البريتال لوب من المهم ان احنا نتعرف على الجايراي دي لان البري سنترال جايرس بيعتبر كطاع حرقي داخل المخ والبوست سنترال جايرس بيعتبر كطاع حسي يعني مسؤول عن الوظيف الحسية داخل المخ نبصر الصورة دي ده شكل الجيرس بيفصل ما بينها قنوات صغيرة اسمها سالكس وده السنترال سالكس بيكون موجود قدامه البري سنترال جيرس ويخلفه البوست سنترال جيرس المخ برضه بيحتوي على جيراي مهمين هنتكلم عنهم بيشمل كل من سنجيوليت جيرس والبرهب بوكانبل جيرس والسوبيلور تيمبورال جيرس ويحتوي على اتنين فشرز رئيسيين وهم اللونجتيدنال فشر واللاترال فشر اللونجتيدنال فشر هو فشر عميك وطويل بيفصل ما بين الراية السريبرال همسفير واللفت سريبرال همسفير يبقى الفشر اللي في النص ده اسمه لونجتيدنال فشر بيفصل ما بين الراية السريبرال همسفير واللفت سريبرال همسفير والفشر ده بيحتوي على الفرق السريبري اللي اتكلمنا عنه في المينجيس والسوبيلور الانفير والسجتال سينسز والفشر الثاني اسمه واللاترال فشر واللاترال فشر بيفصل الفرونتال لوب والبريتال لوب عن التمبرال لوب يبقى ده شكل اللاترال فشر وده الفرونتال لوب والبريتال لوب وده التمبرال لوب بيفصل ما بينهم اللاترال فشر بيمر داخل اللاترال فشر تفرعات الميدل سريبرال أرتري وده صورة أجزيال سيتي بتوضح لنا شكل اللاترال فشر ده اللاترال فشر نيجي بعد كده للجري ماتر والويت ماتر احنا عندنا المخ يتكون من جري مطر ودي موجودة على الخارج كده الجزء اللي هو الجري في الخارج ده اسمه جري مطر بتتكون من اجسام الخلايا العصبية تحت الجري مطر بيكون فيه الويت مطر اللي هي باللون الابيض ده اسمها ويت مطر والويت مطر بتتكون من اجسونات الخلايا العصبية كشرة المخ اللي هي سريبرال كورتكس هي الجزء الخارجي من السريبرام وبتتكون من جري مطر وسمكها بيكون حوالي من 3 ل 5 ملي وكشرة المخ وظيفتها أن هي بتستابل الإشارات الحسية وبترسل التعليمات علشان تتحكم في حركات الجسم والأنشطة وبيكون موجود تحت السريبرال كورتكس ألياف من الوايت مطر ألياف الوايت مطر دي بتكون الطريق الخاص بالإشارات اللي بيتم إرسالها واستقبالها من السريبرال كورتكس أكبر حزم الوايت مطر اسمها كورباس كالوزوم الكورباس كالوزوم بيكون موجود في المنتصف وبيكون سقف اللاترال فينتريكالز وبيوصل الراية سريبرال هيمسفير باللفت سريبرال هيمسفير وبيتكون من أربع أجزاء الجزء اللي في الأمام خلص اسمه روسترام أوفزا كورباس كالوزوم بعد كده بيبقى فيه الجينو أوفزا كورباس كالوزوم والبادي أوفزا كورباس كالوزوم والجزء اللي في الآخر ده اسمه سبلينيام أوفزا كورباس كالوزوم يبقى ده شكل اللاترال فشر وده الجينوف زيكورباس كلوثم وده السبتم بلسيدام اللي بيفصل ما بين اللاترال vibrational وده السيرد ventricle وده الإسبلينيوم والسيكورباس كلوثم وده السلمس وده الإنسولة وهتكلم عنها في الآخر ثاني أدر لنجوتيدنا الفيشر وده الجري مطر وده الوايت مطر وده البادي اوف زيكورباس كلوثم وده شكل اللاترال ventricle وده الاوبتيك كايازم والسيستيرن، ده هو السوبراسيلر سيستيرن او الكازماتيك ستير بيكون في اتنين مهمين من الحزم الويت مطر وهم الانتيريور والبستيريور كوميشار الانتيريور كوميشار بيكون موجود في المنتصف بيوصل ما بين الانتيريور بورشنز of the تيمبورال لوبز ده الانتيريور كوميشار بيوصل ما بين الجزء الامامي لكل تيمبورال لوب حين كده ادي الانتيريور كوميشار والبستيريور كوميشار بيتكون من العديد من الالياف وبيكون موجود خلف السيرد فينتريكل فوق سريبرال أكو داكت وتحت الباينة الجيلاند وده شكل الباينة الجيلاند وده السرد فنتريكل نجي بعد كده لفصوص المخ المخ بينقسم لا ربع فصوص فرونت اللوب وبرايته اللوب وتمبرال لوب ده شكل الفرونتل لوب اللون الأحمر وده ال overweight Vorital loop وده الاكسبتل لوب وده temporal loop الفرونتل لوب هو الجزء الأمامي من المخ بيفصل الفرونتال لوب عن البريتال لوب central sulcus وبيفصل الفرونتال لوب عن التمبرال لوب lateral facial الفرونتال لوب بيقوم بالعديد من الوظائف زي reasoning اللي هو الاستنتاج والjudgment والemotional response اللي هو الاستجابة الانفعالية والplanning اللي هو التخطيط والexecution of complex actions اللي هو أداء الوظائف المعقدة وبيتحكم في حركة العضلات الإراضية ده الفرونتال لوب وده central sulcus بيفصله عن البريتال لوب وده lateral fischer بيفصله عن التمبرال لوب وده axial view بيوضح لنا الفرونتال لوب واللاترال fischer اللي بيفصل الفرونتال لوب عن التمبرال لوب الفرونتال لوب بيشارك في إنتاج الكلام وبيحتوي على منطقة اسمها منطقة بروكا بروكا's area المنطقة دي بتكون موجودة على الجانب الأيصر فقط من السطح السفلي للفرونتال لوب وده المنطقة المتحكمة في اللغة منطقة البروكا's area مسؤولة عن تنصيق وتنظيم الحركات الخاصة بإنتاج الكلام نجي بعد كده للبريتال لوب البريتال لوب بيكون موجود في منتصف المخ خلف central sulcus اللي بيفصله عن الفرونتال لوب واللاترال فشر بيفصل البريتال لوب عن التنبرال لوب البريتال لوب مسؤولة عن الإدراك بدرجة الحرارة واللمس والضغط والاهتزاز والألم والتزوج وبيشارك في الكتابة والقراءة ده شكل البريتال لوب موجود خلف central sulcus وبيفصل البريتال لوب عن التنبرال لوب فشر اسمه lateral fischer نجي بعد كده للأكسيبتال لوب بيفصل للأكسيبتال لوب عن البريتال لوب فشر اسمه بريتو أكسيبتال فشر والأكسيبتال لوب مسؤول عن وعي وإدراك المؤسريات البصرية المنطقة البصرية الرئيسية بتكون موجودة في الأكسيبتال لوب وبتستقبل الإشارات والمدخلات البصرية من خلال الأوبتيك تراكت عن طريق الأوبتيك رادييشن الممتدة من السلمس يبدأ السلمس وده الأكسيبتال لوب اللي بيحتوي على البريمري فيجوال أريا اللي هي المنطقة البصرية الأولى واللي بينقل ما بينهم المدخلات البصرية هو الأوبتيك تراكت من خلال الأوبتيك رادييشن ده شكل الأوبتيك راديشن نيجي بعد كده التنبرال لوب التمبرال لوب بيكون موجود قدام الأكسيبتال لوب وقلنا أنه يتفصل عن البريتال لوب بواسطة اللاترال فشر وظيفة التمبرال لوب هو إدراك ووعي المؤسرات السمعية والشمعية وبيشارك مع البروكاس إيريا في السيطرة على اللغة نيجي بعد كده للجيروس مهم اسمه برهب بوكمبل جيروس البرهب بوكمبل جيروس مسؤول عن الزاكرة سواء كانت الزاكرة قصيرة المدى أو طويلة المدى وبيحتوي على 3 ركيب مهمين وهم الاميجدالة والهبوكمباس والكلسترز أوروز جري مطاري ده شكل البرهب بوكمبل جيروس بيكون موجود داخل التمبرال لوب بدا تمبرال لوب وجزء ده هو البرهب بوكمبل جيروس ده امار آي كورونا الفيو بيوضح لنا التمبرال لوب وده شكل البرهب بوكمبل جيروس نيجي بعد كده للسبيرير تمبرال جيروس وسسبيرير تمبرال جيروس هو عبارة عن auditory cortex يعني كشرة مسؤولة عن حسة السمعة والسيways يقسم إلى منطقين Primary وسيكاندري auditory areas ال squared area اسمهاphemous geeras واليغاث Labs اسمهاernic area هنا عندنا superior temporal geeras ده شكل superior temporal geeras مآخراً في دراسات اكتشفت ان في علاقة مبين الشكل الغير طبيعي وال substances ونقص حجم الجريماتر في منطقة السيبرير تيمبرال جيرس وبين مرض انفصام الشخصية اللي هو الشيزوفرينيا والتوحد. اخر حاجة هنتكلم عنها هو الانسيولا. والانسيولا بيعتبر الفص الخامس من فصوص المخ. بيفصل ما بين الانسيولا والتيمبرال لوب اللاترال فشر. ده شكل اللاترال فشر ودي الانسيولا وده التيمبرال لوب بيفصل ما بينهم اللاترال ما تنسوش تشتركوا في القناة والبي دي اف الخاص بالفيديو ده هسيبوا في وصف الفيديو تقدر تحملوا من على قناة المختصر المفيد الموجودة على التليجرام. اشتركوا في القناة